قالت إدارة مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة نواكشوت إن أحد مرافقي المرضى اعتدى على قابلتين أثناء تأدياته لعملهما وطلبت إدارة المستشفى في بيان صدر عنها بإنزال العقوبات التي ينص عليها القانون بالمعتدي تلقاء ما قام به من اتهاك لحرم المستشفى مضيفة أنها قدمت شكاية من المعني وشددت إدارة المستشفى على أنه كان وسيظل مؤسسة عمومية مفتوحة أمام جميع المرضى والمراجعين وأنها لن تألو جهدا في كل ما من شأنه أن يحسن من خدماته الصحية ويقربها من المواطنين خاصة الفئات الأكثر لهشاشة وفق نص البيان